بسم الله الرحمن الرحيم طبعا طلبوا منه هواي أسئلة إنجليزي شفا والثاني والصف الثالث ابتدائي وحتى الأول ابتدائي هاي الأسئلة يمكن نحتمد عليها المادة تقريبا مش شافة وقريبة من بعضها خاصة إنه هواي مدارس ما جايد درس المادة وجايد تاخذها مجرد تش درس إضافة لأن أول شي هي ما بها رسوب مطالبين بوضع خمس درجات كأقل درجة في الكارت فهاي الأسئلة راح أغاويكم يا هسة تنطبق على أي مرحلة من المراحل الأولية يمكن استخدامها أي شخص ريد أسئلة غير هاي هسة راح أغاويكم يا خليطوا في هاي التعليقات حتى نشرها قبل يوم الامتحان الامتحان راح تقسم لعدة أجزاء كل جزء عليها درجتين للأجزاء هنها خمسة أول شي لسترينغ الاستماع راح يقل له اعد شي أو احسب شي أو قل لي هذا شنوه فأول مثلا لها سلسطينغ أول نقطة هاو ماني فينقرس كم عدد الأصابع مثلا معلمة تطي هي إيدها وتقل له مثلا لنشكم أصبع ما أخذه أما يقلها كاون تعدهن أو يقلها رقب أو مثلا إس ديس أكاتل هذه قطة نفس الشي هم راح تجاوبها بيس أو نو يعني أشياء بسيطة ومعاني بسيطة ثاني سبيكينغ في الصف براكتس فهاي بعد حسب المعلمة الضيفة أو لا أو تقدر الضيفة أخرى كأملاء أو تهجي أو قراءة شي بسيط للطالب هكذا فقط نسخة أخرى من الأسئلة مثلا هاستلستنج للإستماع القلة What's your name ما هو اسمك الطالب يجاوب My name مثلا إس قامر هاستها ذي اسمي فيجاوب الطالب Is this a horse هل هذا حصان إجاب أيضا yes or no Speaking مثلا What is this هس هاي روز وردة أريد أنك يجي حروف ثابتها يلازم كل واحد بيها FH مثلا هاست حفل F حفل H Rightening يكتب مثلا حفل I ويضع الصبورة بعد نسخة ثالثة راح أغاويكم إياها وشال إذا بعد أكوني سأخلقها أهم نشركم الاستماع أول نقطة بالاستماع مثلا How are you كيف حالك I am fine يجاوب الطالب Is this a bird هل هذا طيغ لا يجواب no هذا horse Speaking What is this This is an ant شبكة Reading حرف ال B وحرف ال F Right يكتب حرف ال D وهكذا الأسئلة كلش بسيطة وقالنا إحنا أقل درجة نطيها هي خمسة ماردون أكثر منها يبل هذا الامتحار شو كان وما نتذكركم اللي يريد أسئلة أو أي صف مهما كان من المرحلة الأولية فقط يكتب اسم المرحلة والأسئلة اللي يريدها وراء الشرح إن شاء الله مرحلة